كين سياحة لي ما تحتاجش يعني ما رافق في الحقيقة احنا البرودويفارة والمنتوج الاساسي في البلاد هو السياحة الصحراوية والسياحة الصحراوية تقام أو يعني تعد في الهواء الطلق وفي متحف على الهواء الطلق عندنا كثير من المناطق السياحية المعروفة والمصنفة عالميا في جانت وطمنراست وإليزي إلى آخره وهذا يعني الموسم الفارط عرف انتعاش غير مسبوق حيث قامت الدولة الجزائرية يعني بأمر من سيد الرئيس الجمهورية بوضع تأشيرة لدى تأشيرة تسوية هذا ساعدنا كثير يعني في استقطاب السواح يعني السائح الأجنبي هو قدر يعني في دقيقة ودقيقتين يقول لك نروح لهذا المكان يجب أن يجد تأشيرة حضرة يجب أن يجد يعني الطيران يعني الحاضر دانك يفو با كنرات هاد البيزوان انتوريسي ترونجي احنا في السود في الموسم الفارط قلت لك ظهر انتعاش كبير حيث استقطبنا حوالي 465 ألف سائح جزائري اللي راحوا للولايات الجنوب في كل يعني المرحلة من من أكتوبر إلى حوالي أبريل ومن كذلك استقطبنا حوالي 26 ألف سائح العالة السنة الماضية كانت 15 ألف سائح لكن هذا الفيزا الجديد هذا يعني يعاوننا كثير وكذلك كان أمر آخر هو الرحلة المباشرة من مدينة أوروبية إلى جانات هذا كذلك ساعدنا كثير وان شاء الله هذه السنة مع خطوط الجوية الزرزائرية يعني نعتزم أن ندعم أكتر هذه الرحلات حتى يكون هناك من عدة عواصم يعني أوروبية أو عالمية لاستقطاب أكتر من السوح لكن نعود نقول أن السياحة ليست فقط مرافق ونحتاج إلى تنويع الأنماط السياحية جزائر يعني كل شبر من هذا القطر يعني هو يقدر يكون مقصد سياحي بأكمل المواصفات ونحن نعمل لأن تكون في هذه الاستراتيجية يعني أننا نظهر كل أنواع السياحة من سياحة دينية ثقافية يعني استكشافية يعني كل أنواع السياحة والتي يعني لا تتطلب كما قلت لك ما رافق وفي هذا المجال كان يعني بلاتفورم أمريك أرضية رقبية وإن أدرجنا فيها كل مسالك سياحية الموجودة هناك حوالي 400 مسلك سياحي في كل القطر الوطني ويعني يستعملوهم الوكالات السياحية يدخلوهم في المنتوج السياحي التحهم حتى نوفر كل أنماط سياحية وكذلك حتى نجدب كل الطالبات لأن سائح الأجنبي حاليا يحوس المقاصد التي تحترم البيئة التي يعني تحترم المواطن يعني ما يكونش سائح يروح باش كما قلوه بطير تروير كليما ولا بطير تروير يعني يعني زون توليستيك مثلا هو يروح بهذا الحب أنه يحترم المواطن ويكتشف يعني التقاليد يكتشف الأنماط يعني المتواجدة في تلك المنطقة ويحب يعني يكون عنده في هذا البالد وما بقاش سياحة التي تندر داخل مركبات فقط لكن السياحة الجديدة أو السياحة يعني الاستشرفية هو أننا السائح يعني يندمج في المجتمع ويكون عنده يعني ديزيكسبريونس في كل المجالات نعم هذا